صباح الخير مشاهدين الكرام برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الاسم مصري الاسم مصري في الهنبسة كان أول الحضرات الاسم مصري في الطب والزراعة والصناعة كان أول الحضرات الاسم مصري في الفنون كان أول الحضرات الاسم مصري هو اللي علم كل الكون معنى الفن هو اللي علم كلمة فن للعالم كله زي ما المصري تفوق في شتى النواحي وكل المجالات أيضا تفوق في الموسيقى وخلق منها فن بيميز بين المصري وبين كل الأمم له طبع خاص ولو إحساس خاص الموسيقى والغناء يعتبرهم جزء لا يتجزأ من الثقافة المصرية منذ عصور قديمة كان الفضل للإله تحود في اختراع الموسيقى وأيضا استخدمه زوريس في محاولاته لنشر التحضر في العالم كله ومن هنا جات الحضارة والتحضر للعالم كله كمان الموسيقى فضلت هي والأغاني المعبر الأول للمصري القديم كان بيقدر على مر العصور أن يعبر من خلال فرحه شدته حزنه حتى الحروب عايز أقول لحضراتكم أنه في فترة 67 وعرب للسنزاف والنكسة كان المصري بيتأثر بكل الأغاني اللي كانت موجودة في الفترة دي بس السؤال هنا لحضراتكم هل بالفعل الأغاني دي كانت مناسبة في الفترة دي ولا ما كانتش مناسبة بل هنقدر نقوله يعني قدرة أنها توصل أو تعبر عن شعور المصريين ولا لا هنعرف ده النهاردة من خلال ضيفي اللي منورني في الستوديو النهاردة الحقيقة أنا مش قادرة يعني أوصف أو أقول عنه إيه ولا إيه ولا إيه لأن تاريخه المجيد الحافل بالإحساس والرقي خلاني قعدة قدام حضراتكم مش عارفة أقول إيه أو إيه أو إيه بس خليني أقول لحضراتكم أنه ضيفي النهاردة شقي طريقه في وسط العظماء حدد طريقه وكان بيكبر في وسط عمالقة الفان كلهم ضيفي كان عابر للزمن في وقت قياسي أصبح من أكبر الموسيقار في العالم بأجمعه أنا فوجة نظر الشخصية هو موسيقار فوق الرأع عندما نتحدث عن الموسيقى واللحن والرقي فنحن في حضرة الموسيقار الرائع الجميل أستاذ حلمي بكر برحب بحديك يا فاني أهلا بك يا فاني سمحني يعني من قعدة حضرتك قدامي أنا كنت يعني غزبا عني برحب حضرتك هو لدي مقدمة جميلة جدا وبحقيك عليها وبشكرك أشكرك كون الإنسان يتولد قصة العظماء مرغم لازم يكون على الأقل عظيم فجيل العظماء رباه جمهور جميل مش هو اللي رب جمهوره وفي نفس الوقت الجمهور استطاع أن يجعل الفنان كل فنان يتفرد بما يقدمه ويأخذ مكانته في جنب ملوشي أو بمكانة اللي جنبه فعلى سبيل المثال عبدالوهاب عبدالوهاب فيه قبل منه سيد درويش قبل منه سيد درويش كان لي دور في نهضة الموسيقى المصرية مش التركية أو اللي هي خليط ما بين تركيا على 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 استطاع سيد درويش أن يحط الخطوط الأولى ويأتي عبدالوهاب بإضافته وكلمة إضافة مهمة لأن من يريد أن يتواجد يضيف إضافة مش يبقى كوبي مش يبقى نسخة مش يبقى أمم السنسخ فجي عبدالوهاب بإضافة في زاوية جي زكريا أحمد رياض الصنباطي محمود الشيء إيه الأعلام دول كله كل هؤلاء العظماء لما تولد فصيهم شيء مش هقول بني آدم يتحول هذا شيء إلى آدمي أو إلى بني آدم ويبص حواليه لا يمكن يغسر على أنه خش فصي دول إلا إذا كان بيسمحوله لأنه هم أريين في حاجة مش هو أعرف نفسه فلما بيخش فصيهم ويتحول من معجب إلى زميل إلى صديق هو ده جيل العظماء اللي بتولد فيه إنما حنط وأقفز وارح ناحية تانية لما يتولد جيل يسمي نفسه عظيم دون في غفلة من الزمن وفي غفلة من الجماهير مع أن صاحب الألقاب والجمهور هو اللي قال عن عبدالوهاب مطرب الملوك والأمراء هو اللي قال على مكلسوم كوكب الشرق هو اللي قال على أب حليم العندليب الأصمر هو اللي كان بيسمي عندما يسمي يسمي هو بص فوق لأن القمة فوق إلى أن وصلنا إلى القمة تحت إزاي أبص كده وقول عليها قمة يبقى أول الخلل ليه؟ أنا لما بكلم عبدالوهاب أم كلسوم عبدالحليم فريد نجاة فيل وردة دي تي على أن تستفهام فلان ففلان ظهر وتقدم لللغنة ورفض وما أن اكتفى كل الأعظماء مش اختفوا اسما جسدا ولكن هم عظماء فوق فمعملناش حساب أن القادم المرفوض حيبقى الخمة فأصبحت تتخمة في مستوى العين مدام سهل وما بدام باد يعني الخمة دي باد سالة بحياتي فخلص نسميها زي ما احنا عايزين إيه لا؟ يعني ماذا؟ مش عايزة تطوير خليني لا أبرحتك يا فن بنهاردة حوار مفتوح مع حضرتك ومحتاجين أن احنا نفهم منك أكتر يعني خليني أفضل مع حضرتك السلم الموسيقي من البداية محتاجة أفهم وأفهم المشاهدين المعنى يعني إيه ملحن وغير ملحن كمان مين المؤلف الموسيقي وفيه سؤال يجي وراها هتزاك بقى مع حضرتك فيه الملحن الملحن هو من يضع تصور نغمي في عالم النغم طب إيه يعني إيه نغم؟ النغم أحب أقولك الموسيقى قبل الخليقة حتتخضي قبل ما الخليقة الكلق ربنا يخلقهم اتعملت الموسيقى قبلها عشان بقول للناس اللي يقولك موسيقى حرام يعني إيه؟ الساوند افكت ربنا خلق الرعد والبر وصوت البلابل والعصافير وخرير المياه والمسماد دي اسمها الساوند افكت الساوند افكت المؤثرات السماعية الصوتية تطورت إلى إنها بقت نغمات كان زمان الفايكينج لما كانوا ندوى على بعض في البتاع يمسك المحار وقول بو 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 يقوموا رضاء للتاني يقوله بو 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 هذا كان كلاما إذا الموسيقى قبل الخليقة يعني خدنا مما خلق لنا وابتدعنا نمشي في التطوير إلى إنه بقت كذا خط وكذا مسافة إلى بقى عشرين كذا إلى إلى لغاية لما جي العلم وصلنا إلى الموسيقى بعد يبدأ بسبع نغمات أو أساس ده التطور الطبيعي اللي ما بيضع الأرض حلاله حلال وحرامه حرام عندما أقول تلعب في الوسط ده الملحن الذي يضع تصور الموسيقى لمعنى ما كتب المؤلف فنصل إلى مرحلة الخيال الامجينياشن الخيال هنا إننا ربنا خلق جوايا زي ما أنا قلت قبل الجده بقول السم والبصر والفؤاد والفؤاد الفؤاد هو إطار الحسي الذي يستقبل ويستوعب ما وضعه الكمبوزر أو الملحن لمعنى الكلمات ولذلك ليه عب حليم نجح عب حليم كان اللي قبل منه فتغوات ما أمات جاء عب حليم تعبير عن الأحاسيسة ومعنى الكلمات قالوا وصل معنى الكلام للناس فبدأنا نبكي إيه اللي خلانا بكينا الفؤاد فكون الملحن يصل إلى الضروة ويضع موسيقى لكلمات تظهر المعنى ويأتي المطرب فيترجم هذا فيكتمل الأضلاع فيبقى ده الملحن المبتد اللي هو أبدع المؤلف الموسيقي بعد المؤلف الموسيقي هو العلم والرؤية والخيال بلا كلمات ولكن بواقع خيالي لما يجي في فيلم فيلم درامي بيحصل حدث كذا 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 ويجي المؤلف الموسيقي الموسيقي على الصورة بروح كاتب النوتة ويوزع ويحط الإطار ونشوف الناحية التأثيرية المكملة للدراما يعني إيه الدراما فيه حوار بيقولوه سأحضر صمت بيجي المؤلف الموسيقي يروح آي الكلام هو مش كلام مقروء ولكن كلام حسي يكمل الدراما ويصعد بيها ده المؤلف الموسيقي وده لازم يكون أساسه علم طيب سمعنا أو الناس سمعت أو عندها فكرة عن ورش التأليف طيب التأليف الموسيقي طيب إيه بقى ورش التلحيني للفترة دي الله تجدت لعسانة دي منين كان فيه في السنين اللي فاتت طلعت بدأت ورش التأليف تزعمها بحقيقة ديب وبهجة أمر وفلان وفلان إيه يا ورش التأليف إن أستاذ كبير زي فلان الفلاني يجمع مجموعة من الهواة اللهم عندهم رؤى وعندهم قيال وكتابة ويعودوا يحطونهم الموضوع فيتعمل تفاصيل فيتولي جيل جديد من الكتاب ده ورش التأليف إلا ورش التلحين ورش التلحين دخل فيها الأم الموسيقية مطبلاتي على الترابيزة من الغماتي أي حاجة حتى لو واحدة بتولول على واحدة ونصف دي ورش غريبة كان يجب أن يدخلها من هو يعي معنى كلمة موسيقى أو تلحين وتحت رعاية جيل من العظماء ولكن لما طلع الجيل دوت نفى وجود العظماء والإيدو الدول ده قديمة ده إحنا ولذلك إحنا وصلنا إلى ما نحن فيه دي الورش عظماء التأليف كيف يكتب اسمه؟ عظماء التأليف عظماء إيه؟ التأليف يا فندي تأليف؟ ناس اللي ألفت يعني ألحان موسيقية موجودة يعني من قديم الأذل يعني حقيقة وكبت الفترة دي الناس دي بنكتب اسمها ازاي؟ عظماء اللي سبقوا وقالوا أصل الموسيقى في العلم فترة وتجربة ثم تتحول الفترة والتجربة إلى كتاب ثم تتحول كتاب إلى لغة علم يأتي إليها جيل موهوم يدرس ويعرف ويكون مطلع على ما قدمه لكي يكمل المسيرة بإضافة مش بتكرار دلوا عظماء لكي تكون عظيما شوف اللي قابلك قالوا إيه؟ وإنت لما تقول اللي بعدك هيقول عليك إيه؟ هما دلوا عظماء طيب إحنا في حلقتنا النهاردة بنتكلم عن انتصارات أكتوبر المجيدة وإحنا هل أعتابها خلاص حضرتك وكبت الفترة دي تلاتة وسبعين وقبل ده وقتها الأغنية اللي كانت الناس بتسمعها في الفترة دي هل قدرت تعبر عن مشاعر المصري وقتها؟ هي كانت اللي أقول فيه مامادة تعبر على المشاعر أسمع أتأثر لما اسمعي أغنية فتعادي كده فتوضى بالإضاءة فيحضر الرجل فلاح في الغيط يجيب الرقية وحط برد الشاي لأنه مكرسوم هتغني أو من يغني أو أباب حيغني فكان مش الحكاية صوت حيغني حل ولكن كان السؤال المطروح على الرجل الفطري مين اللي عجبك؟ يقول لك حسه حل الله ما قالش صوته حل حسه حل أي خاطب إحساسي فأرسلت ما خاطبه إحساسي إلى أذني إذن هناك الفؤاد لعب دور مع السمع شفت تركيبة اللي بتاع وأصبحت البصر أو العين دورها سانوي يارا فقط إحنا غيرنا دا كله وخلينا العين تحلي محل الود ولذلك بنشوف اللي هنا نسقف ما بنسمعش اللي هنا طيب إيه الفرق بين الأغنية الوطنية والأغنية السياسية؟ هل في فرق فعلا؟ بصي الأغنية الوطنية غير الأنشودة الوطنية غير النشيد الوطني غير النشيد الحماسي كل هذه في الوطنيات حسية وتفعيلية يعني إيه تفعيلية؟ عندما أغني للوطن أكني بغني للحبيبة أكني بغني الأمي أكني بغني الإبني ولذلك الغناء في حياتنا مش شرط هو مخبط العاطفة ولكن مخبط الغناء للعامل بيحفزه الغناء للصانع بيحفزه الغناء للمبدع للدكتور للكله فعندما نغني أي نصل إلى مرحلة ما بعد الحياة العادية أي نرقى إلى مستوى الخيال وطالما عندي خيال إذن الفؤاد هو اللي شغال وهو العمال يستقبل كل هذا طيب من هنا بقى الأغنية الوطنية هل المغني اللي بيغني الأغنية الوطنية ده له مواصفات معينة قلب به مواصفاته أن يكون نجما نمر تتنين أن يصل بحب الناس ليه إلى أنه يوصله ما يريد أن يسمعه سواء كان في حزن أو في انتصار أو في أي وضع من الأوضاع عشان كده أنت وإنت بكلامك قلتي سبعة وستين سبعة وستين وثلاثة وسبعين ده بالسياق اللي قلتين اللي أنا عايز أقوله يعني إيه مطرب وصل لي معنى يضمت جراحي في سبعة وستين ده ما حصلش لأن الأغنية كانت سبعة وستين كاذبة كانت تجذب كان الهزيمة شغالة والأغنية بتقول انتصار ولا همك رئيس من الامريكانة رئيس ده تحفيزي يعني ده كان عمر تحفيزي ده بكلمك بطلع لك الفرق في الأغنية الوطنية عندما تكون هزيمة يجب أن تترجم أو تترجم عبد الحليم لما غانى ولا همك رئيس من الامريكانة رئيس فقد ربعه جمهوره وقته لما دارت السنين وطلعنا للإستنزاب ودخلنا للانتصار في تلاتة وسبعين كانت الأغنية مطابقة لما حدث من الانتصار وأنا على الربابة بغني الله طب ده أغنية بتتقال ده كان بتزع والعساكر بتضرب والتكر شغال والأغنية وأنا على الربابة بغني لدرجة لما رحنا الجبهة أنا وعليا ووردة وبليغ الحفلة بالليل كنت بغنيه على لمبة صغيرة لأنك هتنسها ثلاث يوم وقف القتال فأول ما ضربت الموسيقى ووردة وقفت غني بصت تلاتة العساكر العساكر هم اللي بيقولوا الأغنية وقفت بصت كده ورح تهي اللي مسقفها فليه الأغنية هنا مع أنها أغنية مش نشيط مع أن فيه أصبح عندي الآن بندقية خلي الصلاح صاحي أغاني تحفيزية في وقت ما أحارم فالتنوع في الوطنيات له ظروفه وله توقيته والأغنية الوطنية لا تقل شأن على الغنية العطفية لأن عبد الحليم خلانا رددنا الأغاني الوطنية وبقت اتباع زي الأغنية العطفية إذا ندخل على حياتنا وجود نجومية الأغنية الوطنية لكي أننا نتغنى بيها تعالي بقى مين اللي يقول الأغنية الوطنية زي ما أنا بقولي مش أي حد مش أي حد ما عد منه إلي أنا جايب لك هدية مش حقبالها منه ولكن القيمة عندما تهادي أصبحت أنا في مكان القيمة وأنا أستقبل القيمة من صاحب القيمة فيغنى عبد الحليم ويغنى عبواب ويغنى مكلسومة غنى جاته فإذا كل الأسماء دي حتى الجيل اللي يجيه بعد كده لما أنا متحد صالح وهاني شاكر والحجار ومحمد الحلو وغير وغيره إلى أن وصلنا إلى كل ما نسمع عشر عشر أغنية نطلع منها أغنية زي أحمى الجمال زي فلان زي فلان من الأصوات الجديدة ولكن مش حقب الأغنية وطنية لإنسان لا يعي معنى كلمة الوطنية أو مفهومة عنده لازم نحيز تفكيره هو مش يصل إلى الناس معنا علاء الهاتف الدكتورة أمنية العزازي استشاري الطبق النفسي في جامعة مصر صباح الخير يا فندم صباح النور أهلاً وسهلاً برحب حضرتك وأستيس حلمي بكر معنا النهاردة في ضيافتنا وبنتكلم عن الأغنية الوطنية ودرها في حرب 73 سؤال حضرتك تقدري تكلمين عن أهمية الأغنية الوطنية وتأثيرها النفسي على سواء جنودنا سواء شارع المصري المصريين بشكل عام عيني رحيك السؤال يا فندم سمعاني علو علو حضرتك سمعاني يا فندم ولا عيد السؤال مرة تانية لا لا سمع حضرتك اتفضلي 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 اه متشكرة جداً للمداخلة دي وبحيي أستاذ حلمي الفنان رب الحقيقة والموضوع مبدع يعني احنا نتكلم في القصة دي عن المجتمع بتاعه بشكل فني بالشكل رافي فعشان كده بيبقى مهم انه هو اصلاً فاهم الموضوع ازاي ويعبر عنه ازاي لان احنا ما احدش يقدر ينكر دور الأغنية الوطنية في انها تحمس المجتمعات وان هي تزيد من حماسة الناس للحفاظ على الوطن والتعبير عن وطنيتهم وانتصاراتهم وتحقيق انتصارات في معاركهم فده مهم قوي انه اللي بيكون بيعبر ده يكون هو فاهم بيعمل ايه طيب حضرتك شايفة ان الأغنية الوطنية في حرب اكتوبر 73 لعب يتدور في النصر مش بس في حرب 73 الأغنية الوطنية على مر العمر كله على مر السنين والأزمان لها دور كبير جدا لانه خلينا خلينا ناخد الأمر نقسمه شوي احنا بنكلم على حاجة موسيقية حاجة فيها كلمات منتقاء مختصرة بحيث انها توصل معنا كبير جدا في وقت قصير بطريقة مبسطة فاذا تكلمنا من الجزء النفسي والتأثير العصبي للأغنية فاحنا لما بنقول انه لو الانسان بيسمع رزم معين الرزم ده ممكن يأثر بانه يتفرض في مخ الانسان مواد كيميائية معينة تخليه عنده حماسة ما او عنده نشاط ذهني ما ففي استخدام حاجات موسيقى فيها شيء من الحماس وكلمات فيها شيء من التشجيع ده بيخلي الانسان يتفرض من خلايا مخ ومادة اسمها الدبانين بتخليه يوصل لحالم النشاط معين حاجة كمان اذا الاغنية تغنت مع مجموعة او الموسيقى تلعبت بمجموعة او ان انا كنت في وسط ناس وبقول حاجة معينة او بعض حاجة معينة ده بيخلي حاجة هرمون تاني اسمه الاكستوتين بيتفرض الهرمون ده بيخلي فيه تواصل بيخلينا نتواصل مع بعض علشان نقدي حاجة هرمون ده بيخلي الانسان عنده المقدرة انه يساعد اللي قدامه او يعمل مع اللي قدامه حاجة تفيده او تفيد الاخر ففي حالة المعايير والحروب والحجاج نفسي بشكر حضرتك جدا على المدخلة اللطيفة بي نرجع الانسيقر نتفضل الهنية الوطنية هي فعل ورد فعل تكون فعل ما قبل الحدث او تصبح رد فعل ما بعد الحدث يعني بس تعد للحرب فبيبقى زي ما قال الأستاذة الحماسية وإن لي يتقاد من قبل وقت الحرب تحفيز زي ما كانت التحسين شنن اللي هو التحسين شنن سجل معركة كاملة شغال الجنود وهي بتغني ويرضع على الرباب وبغني هنا ليس هناك حماسا ولكن يا فرحانة بالانتصار في توقيت أصبح فعلا وليس رد فعل رد الفعل قدما يتم الانتصار ما هي نوعية الأغاني التي تشيد وتجعلنا نفتخر أو نتفاخر بإن إحنا انتصارنا فالتوقيت هو مهم جدا بس في حيث الفعل ورد الفعل يعني دوري الأغنية في حرب أكتوبر بدأ في قرار حرب 73 ولا كان قبل التاريخ ده يعني للسنزاف في هزيمة سبعة سيد ثم جاء السنزاف السنزاف لمين للعدو طب قلنا إيه عض النهار وقلنا مجموعة أغاني جهزتنا وفي نفس الوقت مش حكاة الغنى اللي حخالينا حارب ولكن عندما يحصل التواقب أو التزاوب ما بين توقيت الحرب وتوقيت ما قبل الحرب من الغناء هو ده بقى هو ده الكتلة دي كلها أو تقوين ده كله بيوصلني لمرحلة رد الفعل الموسيقى أو الغناء اللي أنا بقولك عليه طيب يعني الأغانية بعد حرب أكتوبر هل لونها أو تحولت من التعبير عن للتعبير لون سياسي يعني أخدت لون سياسي مثلا ولا أخدت موقف سياسي وقتها بص طب أنا عجب من السؤال ده قوي لأنه إجابته بالسهلة إجابته وأنا معاجف مش سهل لا أنا عايز أقوله انتصار تعلقوا سبعين ده إعجاز بخط سلاح خط ونص أمام 20 خط للعدو وتنتصري ده إيه ده ده يبقى الجندي مش السلاح الجندي اللي شاء البندقية وقدامه بيستقبل مدافع نيفارون في مواقع سويس ويخش الموقع الإسرائيلي ويضرب ويأسر ده إيه ده ده مش السلاح ده تكوين العسكري أو الجندي أو الزابط تكوينهم أنا أعرف إن كان فيه في مركز القيادة في البقى 17 كيلور الإسرائيلي لما دخلت قواتنا وعبرت القناة حبوا يضربوا الموقع اللي أعمل بيضربها دوك سويس ففيه رائد اسمه شانن فكر في إنه يلف في جسمه لأنه مش هتخش ده بوابات الإلكترونية بتفتح وتقفل وادوشها من اللي من برة مربعات سلك مكسر طب جواه بتتفرغ أي تفجير يعني لا أمل في يلف في جسمه ميت ويطلع من الهواية ويحدف نفس جواه فيفجر الموقع وتفتح المبادة الإلكترونية هل ده السلاح ولا فكر الجندي المصر إحنا عايزين نقول الحاجات دي مهمة جدا محي بس يا فندم حنخرج لفاصل سريع مشاهدينا وعودة لحضرتكم مرة تانية ريجعنا لكم مشاهدينا وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع المسيقار الكبير حلمي بكر سيد حضرتك يعني قولي بقى الأغاني الوطنية كانت في عهد مبارك وقتها كانت عاملة صادة كبير قوي ومسموعة تفتكر هي فشلت ولا نجحت فشلت هنقول علشان كانت كلها تمجينة للرئيس مثلا ولا هي نجحت وقتها وما زالت نجحة لما جينا غنى بحليم للنكسة على أنه انتصار ثم لما جينا غنينا للانتصار على أنه قابل الانتصار ثم حبينا نقود بقى ونزود فزودنا فبقينا مع أن حسن مبارك كان رافض اسمه تحط في أي أغنية وكان بيرفض وبيتدخل مش عادي إنما احنا كطرنا من الأغاني في وقت عبد الحليم قال عاش اللي قال الكلمة في الوقت المناسب بلا اسم يعني كل من مد يده وساعد في انتصار مصر وفي إبداع مصر وفي تتطور مصر عاش اللي قال الكلمة عاش اللي قال الكلمة بلا أسماء أي أغنية سوف تظل وتتكرر لكل رئيس يقدم ما قدمه من إنجازات للدولة فمش لازم أقول الاسم لأن كل من يقدم شيء للبلد في الإبداع في الإنتاج في التصنيع في زراعة في كل شيء عاش اللي قال عاش فلان مش هقول اسمه ولكن عاش اللي عمل كذا وكذا وكذا دي اللي دخلنا وده اللي زعلت بعض الناس وخلت عبد الحليم قال لن أغني لإسم رئيس ولكن سوف أغني لكل من يضيف إلى هذه البلد عايش 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 ده معنى اللي أنت أصلت طيب حضرتك بالنسبة للأغاني اللي اتعاملت في ذكرى أكتوبر هل فعلا هي قامت بدورها ولا لا طبعا عدد الأغاني اللي تقال في أكتوبر ما تدنيش حجم أكتوبر كما يجب إزاي الأغاني اللي نكحت عند الناس فيه عددوار لأنديل فيه سمينا وعدينا كل دي أغاني موجودة في ذاكرة لغاية راجعين حاملين في إدنى سلاع لغاية اللي عملو كمان الطويل البعد كده تخلنا مرحلة صورة كلنا كده عايدين صورة هنتصور إلا إذا كان في فرح والفرح والانتصار إذن التطور في المعاني وخلق شرايين جديدة في عالم الغناء ما تبقاش في ركن كل ده بيضفي جماليات ويوصلنا إلى ما نحن فيه من إنجازات لأن الأغنية مش محلك سر الأغنية زي ما أنا قلت فعل ورد فعل رد الفعل كل ما يتم من إنجاز الأغنية بتتغنى بيه الفعل أن الأغنية ترشد وتشاور على إيه اللي احنا عايزينه ده ما عملناه لغاية من ضمن أغاني أكتوبر الأغنية الشهيرة حبايب مصر حضرتك كل أغنية أكيد كان لها كواليس وكان لها أسباب ممكن تشرح لي حاجة زي جدا كواليس الغناء طبعا إحنا فجينا بإن وقت الحرب مش عارفينه لدرجة السرية التم فيما فعله السادات كان هو أحد أسباب الإنصار المبغطة والمفاجأة السرية في الساعة 2 القوات تتحرك الطيران يطلع وكان قائد الطيران في الوضع حسن ومبارك ثم القوات البرية ثم القوات البحرية ثم حوائط الصواريخ الدفاعية وإيه دا كل دا كمفين معين قبل منها كان في خمول على شاطئ القناة والسادات بعت بعثة جزء من اللي بيحج واللي فين واللي بتاع مما وذلك هو بتقال لك من يام الحرب خدعة من يام حرب الرسول والدفاع عن عن اسلام نوخي كان قول الحرب خدعة فانت لما تيجي النهاردة هقول ايه النهاردة انا حضرب فلان مش هينفع لانا حتتكالب عليك الدول والدول بتلعب بمليون وش اوعي تصدقي ان دولة كبيرة عدوتها دولة صغيرة الا اذا كد بتشغلها وتمثل تمثيل ان هذه الدولة صغيرة هي عدوة لا هي اليد اليمين للدولة كبيرة والدولة التانية اليد الشمال والدولة الصغيرة اصبحت تلعب حرب حالية فوق تفكير البشر اذا مطلوب القائد الذي يدير البلد يكون اذكى من الزكاء يرى ويقرأ ما يحيطه لكي ينفذ ما يريده احنا معنا مدخلة تلفونية مع المطرب الكبير اساز مرحة صالح صباح الخير يا فندم وصباحك خير دايما واساس حلمي بيصبح على حضرتك وسؤالي حضرتك اشتركي فغيني انت صارت اكتوبر ولا لا بالنسبة اول مرة اشارك في اغاني انتصار اكتوبر كنت مع قبلة فضيلة باسم محمد صالح ايه وكان في حدود تقريبا سنة سبعة او سبعين تمانية وسبعين في يعني في التوئيد ده تقريبا بعد الرحلة الشهيرة بتاعة الرئيس السادات الله يرحمه للقودس وغنيت غنوة موجودة في ارشيف الازعاء مع قبلة فضيلة اسمها سلمة يا سلامة كانت كلمات الاساس فؤاد بدوي والحانة دكتور يوسف شاوي دي اول حاجة اشتركت فيها وبعدين بعد بقى ما بقيت المتحط صالح بقى بغير الاسم ده يعني الاساس حلمي بقى يعني يقدر يحكي لك عليه بقيت بشارك في كل احتفالات اكتوبر حتى زي اللحظة وده شرف كبير ده يوتاج على روسيا طيب سؤال حضرتك يعني ما تأثير اغاني انتصارات اكتوبر عليك بعد كده ما فيش شك ان الاغاني الوطنية بتعمل تأثير ايجابي وبتعمل تأثير مفيد جدا وخصوصا لما بيكون الاعمال بتشاور على الانتماء وعلى غداوة الوطن وعلى قيمة الوطن وقيمة الارض وقيمة ان احنا نكون كلنا على قلب راجل واحد اكيد بتعمل تأثير كبير وبتعمل فرحة بجيئة طيب حضرتك ايه اللي قلته جديد وترك علامة ويريد بقى تسمعنا حاجة بصوتك النهار ده كده على الصباح مش هقدر احدد بالزبط اللي قلته جديد لان كل ما بيبقى فيه مناسبة بنقول حاجة جديدة لكن انا يعني اتمنى ان انتوا تقدموا للناس اغنية كنت غنتها قدام سيادة الرئيس اللي هي بتقول مصر جاية ودي يعني هتعفيني الصبح من انا غني على الصبح كده يعني فان الناس ان شاء الله تستمتع بيها وانا اشكركم جدا على اليوم الجامل ده واحنا بنشكر حضرتك جدا وكانت معنا مداخلة من الاستاذ متحد صالح المطرب الكبير والمفضل لدي انا شخصيا نرجع بقى لموسيقار حلمي بكر كنا بنتكلم عن اكتوبر اكتوبر مش هيقلص من الاغاني الوطنية اللي عايزة يعني افهمه مع حضرتك ايه اكتر اغنية اثرت مع حضرتك شخصيا في الوقت ده يعني انت قلت فيه اغاني كتير كانت على مسمع ومرأة لكن فيه اغاني اثرت جوا نفسية استاذ حلمي بكر شخصيا كل الاغاني اللي سمعتها كنا بنطبارة كلنا اسمع فاقول وغير غير على مش من لما غير على فني غير لما غير من فني غيري فده اللي عمل للتنافس بس كلنا كان قلنا مليانين حماس ومين ده اللي مش بس مش اي حد هروح اقايد ولكن من يقول هو من يملك من يعي طيب هل في ملامح مميزة وقتها الاغنية الوطنية اللي كانت في اكتوبر اه كانت لها ملامح الانصار كان جديد وبيحمل معاني كثيرة جدا مش حكاية جند انتصر ولكن جندي تفوق على نفسه وعلى سلاحه فده شيء غريب جدا فدخلنا مرحلة الغناء وانا تغنى بالانصار شوفت الافلام اليوم الحرب العالمية بتاع لما الجنود بيعدوا في الشارع وشعب او بيحدفوهم بالورد او بيبسوهم او بيسلموا عليهم دي الصورة دي طبقت في 73 عن طريق الغناء باينا نتغني البيوت بقى تغني بدأت البيوت تحفظ الاغاني نشوة بالانتصار وحبا في ما يسمع لان ما يسمع يحمل قيمة جميلة جدا جدا ما وصلتش المرحلة ان انا بقوله خلاص ما بقوله خلاص دي حداس عليها انما بقول والناس توقفني وتقول لي احسن هو دي الصح ولذلك متحد صالح لما بيغني بقولك قبل فضيلة ايام ما غنيك كذا ثم الغاية لما وصلت المرحلة مصري جاية ده او بالمناسبة انا اللي سميته وكان عايز يقولي الحقيقة اللي سميته متحد لاني انا وقت ما كان بيبقى عندي في البيت كان هو مروح وقال لي ابويا في المصروف فكان اثنين جنيه اثنين جنيه يقول يا وكل يوم يجي الغاة لما جيتس يوم قلت له خمسمائة جنيه وهم فلما خد الخمسمائة جنيه راح اشترع عربية ستمائة من غير مطور وجاء لي بمئتين جنيه وجاء لي قال لي انا شريط عربية بس نقص المطور ده من طرفات متحد ده وبعتبره مش ابني بس ابني وحبيبه وعنده صورته وهو بس في البدايات هو ايمان الطوخ والعزبي لما كانوا بدايات صور جميلة جدا هو فلان جميل جدا جدا وبيعز حضرتك طبعا واكيد لا ده مني اه طبعا اكيد هنخرج مشاهدينا لفاصل ونسبب قونية استاذ متحد وكلام استاذ حلمي ونجع لحضرتكم مرة تانية رجعنا لكم مشاهدينا وبجد بشكر استاذ متحد صالح على الهنية الجميلة دي مصر جايا ان شاء الله بيكم نرجع للموسيقى رحلمي بكر وسؤال في غاية الاهمية احنا دلوقتي دخلين على حروب الجيل الرابع بيوتنا مليانة اطفال مليانة شباب الاونية المصرية دلوقتي انا في وجهة نظري بتقع بتنهار طبعا عندنا كوادر فنية كبيرة زي اساس متحد واساس هنيشاكر وغيره بيقدموا اغاني وطنية هدفة فيه طبعا منحنى من الغناء مش موجود في خريطة الموسيقى بالنسبة لنا هابط وبيهبط اجيال بعده عايز اعرف من حضرتك بمناسبة ذكرى اكتوبر المجيدة اللي 47 فيه اجيال بتطلع دلوقتي ما عصرتش الحدث ده ما عصرتش حرب اكتوبر ما عندهاش خلفية ما تعرفش عدونا ما تعرفش الفن نفسه او الموسيقى الفن الهادف مش اي فن يتقال عليه فن الفن هو الفن الهادف اللي حضرتك عصرته اجيال عايز اقول كمان انه محتاجين نرسخ الوطنية جوه بيوتنا وجوه عقولنا وقلوبنا لينا والاولادنا والغيرنا كتير من المشاهدين يمكن بيقيدوني في الكلام ده محتاج اعرف من حضرتك هنا دور الاغنية المصرية ودور الفن الحقيقي يا فن اللي نقدر نعبر من خلاله لبر الامان باولادنا نعرف اولادنا وشبابنا وكتير ما يعرفوش قيمة مصر عن جزور مصري التاريخية في الفن نفسه ايه اللي ممكن اللغنية المصرية تقدموه احب اقولك حاجة دور الاغنية دلوقتي بقى اخطر من اي وقت فات ليه انت لستي في حالة حرب سلاح ولكن حرب فكر حرب زي ما قلت بديل الرابع حرب الكترونية حرب الزراير حرب دي مطلوب منك اني مش احشد بس ولكن افكر قبل ما احشد افكر من الحوالية ومين انا بقول عليه معايا وهو مش معايا ومين انا بقول عليه مش معايا وهو معايا ده زكاء لغة العالم اتغيرت النهاردة التكنولوجيا ولعبة الكمبيوتر ولعبة زي ما بنقول الحرب الرابع جيل الرابع بقت لعبة خطيرة جدا جدا ازاي بقى يبسح حاجات من ضمن الحاجات التي تدير العالم لعبة الموبايلات تعال انت شوفي البيت كل ولد وابن 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 كل واحد ماشي موبايل وقعد فروق وقعد فروق تكلمي فيه تفكك او شي بيتفكك اسري ازاي هنجمع كل دول فانهم يفكروا معانا الحالة اللي احنا فيها طالما انه كل واحد في اتجاه ده اخطر حاجة زي ما خدناش بالنا هنتضمر طب ما دي حرب تعالى اشعرفك حرب مين وجهانك اشعرفك ان انا بقول بتعمل كذا وانا هتصدلها وبعدين اغير رؤيتي وفكرتي لان انا قرأت اللي حوالي فبغير اللعبة اه ده الجيل الرابع اكبر من حجمنا يجب ان نصل ان احنا اللي بمستوى حجمنا في الفكر ونسبق وايه واتخلي التكنولوجيا تبقى استهلاكية التكنولوجيا ابداعية اي اكون مصنع مش مستهلك لو الموسيقار محمد عبدالوهاب والسيدة المكرسوم كانوا موجودين في الزمن اللي احنا في دا يا ترى كانوا هيفضلوا ولا يعني ربنا رحمهم وخدهم من قدامنا احسن ما يشوفوا اللي احنا بنشوفوا دلوقتي هقولك حاجة ربنا ما خدهمش ربنا عشان قدموا اعمال جميلة عيشهم بعد ما ماتهم في حين ان العايشين ميتين وما لقومش اغاني تعال اللي ماتوا من اربعين وخمسين وقل 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 بنردد اغانيهم طب قوليلي اغنية هتبوس يا بيت كل اللي انت فاكرها انها كلمة سامجة سقيلة فاستيبال استاذ حلمي ده الاسم الصح للمهرجانات ده ده احنا هتفتح مجال تاني هتقول المهرجانات يعني معناها هتعمل حلقة تانية طب حاليني افت سؤال اخير من حضرتك قبل انتهاء الحلقة المهرجانات او الكلام اللي احنا بيسمع له من دول رأي حضرتك في ايه هو مسمى على غير مسمى يعني اسمه اطلق من جاهل فردده انصافة الجهلاء والجهلاء كاملين طيب ياللي انت قلت مهرجان فاجاوب بقى زعيم الجهل ابو جهل قال لك هو هي صوراء صورعي وخط مع ان العالم ما قالش كده لما قال بيسمال هالانتقاء اجمل ما غنى او ما تم غناؤه في حفل يحضره الجمهور ويحتفي بيه ويحتفل بيه يبقى زي ما حضرتك قلت احنا محتاجين حلقات طويلة عن المهرجانات واللي بيحصل فيها بشكر حضرتك جدا ان وجودك معايا النهاردة وشرف كبير لينا ان تكون موجود معايا النهاردة وده بالنسبة لي شرف شدرا قائد شكرا لحضرتك كده شكرا المشاهدين الحسن المتابعة شوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية وكل سنة وحضرتكم طيبين وكل الشكر في قوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة وضباط الجيش الأبيض للقاء